هو الثناء على المحمود والثناء هنا هو على الله جل وعلا الحمد أي كل الحمد لأن الألف واللام في الحمد الألف واللام للإستغراب أي استغراب جميع المحمد كلها لله جل وعلا على نعمه الظاهرة والباقنة الحمد لله رب العالمين رب العالمين والرب هو المربي فالله جل وعلا هو المربي لعباده بالنعم المغذي لهم بالنعم الظاهرة والباقنة الحسية والمعنوية فالله هو المغذي لجميع المخلوقات هو القائم بأرزاقها هو القائم بشؤونها سبحانه وتعالى ولهذا يقول الله جل وعلا في الحديث في الحديث القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فإذا قال الله جل وعلا فإذا قال القاري في الصلاة الحمد لله قال الله أثنى علي عبدي الحمد لله أثنى علي عبدي إذا قال الرحمن الرحيم قال مجدني عبدي إذا قال مالك يوم الدين فهو الملك سبحانه في يوم القيامة ويوم الدين هو يوم الحساب وهو يوم القيامة فليس في هذا اليوم ملك سواه الملوك الذين كانوا في الدنيا فنيت ممتلكاتهم وانتهى ملكهم ولم يبقى إلا ملك ملك الملوك سبحانه وتعالى ولهذا ورد أن الله جل وعلا يقول أنا الملك أنا الملك أين ملوك الدنيا فلا يجيبه أحد يقول لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم فلا يجيبه أحد فيجيب نفسه يقول لله الواحد القهار الملك لله الواحد القهار لا ملك لا ملك غيره ملوك الدنيا انتهت ممتلكاتهم وانتهى سلطانهم ولم يبقى إلا ملك ملك الملوك وهو الله سبحانه وتعالى يقول أنا الملك أين المتكبرون أين المتجبرون فلا يجيبه أحد فيقول الملك لله الواحد القهار الحمد لله رب العالمين فهو المربي لعباده ومخلوقاته بالنعم وهو المربي لعباده بالإرشاد والهداية وهو المربي لهم بالعلم الذي علمهم إياه فهو المربي وحده سبحانه وتعالى وهو الذي يستحق الحمد وحده لا شريك له في هذا اليوم الحمد لله رب العالمين والعالمين جمع عالم هناك عوالم كثيرة في هذا الكون عوالم عالم الجن عالم الإنس عالم الدواب عالم وعالم عوالم في هذه الدنيا كلها الله ربها الله رب العالمين أي رب العوالم كلها سبحانه وتعالى والعالمين والعالمين جمع عالم وكل ما سوى الله فهو عالم والعوالم والعوالم كلها ربها الله سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحمن الرحيم الرحمن رحمة عامة تشمل المخلوقات كلها والمؤمنين والكفاء كلهم يدخلون في رحمة الله العامة أما الرحيم وهو رحمة خاصة بالمؤمنين ولا يدخل فيها الكفاء رحمة خاصة بالمؤمنين قال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما هذه رحمة خاصة بالمؤمنين لا يدخل فيها الكفاء مالك يوم الدين يوم الحساب لا مالك في هذا اليوم إلا الله تذوب الممتلكات والملوك والسلاطين كلها تذوب وتنتهي ولا ولا يبقى إلا ملك الله سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا مالك غيره في هذا اليوم يوم الحساب إن هو الحساب ولا مالك في هذا اليوم إلا الله كل الملوك والسلاطين والجبابرة يعودون عبيدا ذليلين لله سبحانه وتعالى مالك يوم الدين كل هذا ثناء على الله وفيه أنواع التوحيد الثلاثة توحيد الربوبية توحيد الولوهية وتوحيد الأسمى والصفات توحيد الربوبية في قوله رب العالمين توحيد الألوهية في قوله الله لأن الله هو المألوه المعبود سبحانه والألوهية هي العبادة هذا توحيد العبادة وهو توحيد الألوهية ثم قال مالك يوم الدين أي يوم الجزاو والحساب لا مالك ولا مالك إلا الله جل وعلا في هذا اليوم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد أي لا نعبد إلا إياك فقدم المعمول على العامل ليفيد الحصر إياك نعبد فإياك هذا هو المعمول وهو في محل نصب معمول لقوله نعبد والأصل نعبدك نعبدك يا الله ثم قدم المفعول إياك نعبد إياك نعبد ليفيد ليفيد الحصر أنه لا معبود حق لا معبود حق لهذا القيد إلا الله وأما المعبودات بغير حق فهي كثيرة من الأشجار والأحجار والأصنام وأما المعبود بحق فهو الله وحده سبحانه لا شريك له ولا يبقى إلا وجهه كل شيء هالك إلا وجهه له الملك وإليه ترجعون له الملك وإليه ترجعون ورد أن الله جل وعلا ينصب وجهه الكريم قبل وجه عبده المصلي فإذا قال المصلي الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال مجدني عبدي وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي إياك نعبد هذا لله جل وعلا وإياك نستعين هذا للعبد هذا للعبد يستعين بالله جل وعلا ولا يستعين بغيره الاستعانة نوع من العبادة فلماذا أفردها قال إياك نعبد وإياك نستعين لماذا أفرد الاستعانة مع أن الاستعانة داخلة في العبادة أفردها لأهميتها إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي فإياك نعبد هذا لله وإياك نستعين هذا للعبد قال الله جل وعلا ولعبدي ما سأل ولعبدي ما سأل إياك نعبد وإياك نستعين هذا كله دعاء عبادة كله دعاء عبادة فإذا قال فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة فهذا دعاء مسألة دعاء مسألة العبد يسأل ربه أن يهديه أن يهديه الصراط المستقيم والصراط هو الطريق هو الطريق هذا الصراط قيل هو اهدنا لإسلام أو للإسلام وقيل هو الرسول أي اهدنا لاتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وقيل القرآن القرآن طريق إلى الله هو حبل الله المتين هو حبل الله المتين وهو الطريق الموصل إلى الله فهذا الصراط المستقيم هو المراد المذكور في قوله تعالى وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك وصاكم به لعلكم تتقون خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا معتدلا في الأرض لحضرة أصحابه وخط على جنبتي الخط خطوطا أخرى كثيرة متشعبة فقال للخط المستقيم هذا صراط الله وقال للخطوط الجانبية وهذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو الناس إليه هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو الناس إليه سبل كثيرة لا تحصل أما صراط الله فهو واحد لا انقسام فيه صراط الذين أنعمت عليهم الذين أنعمت عليهم من هم الذين أنعم الله عليهم هم المذكورون في قوله ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك وحسن أولئك رفيقا هؤلاء هم المنعم عليهم الذين أنعم الله عليهم فأنت تسأل الله أن يجعلك معهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين تسأل الله تسأل الله في كل ركعة من صلاة أن يجعلك مع هؤلاء المنعم عليهم الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالين المغضوب عليهم هم كل من عنده علم ولا يعمل به من كان عنده علم من الكتاب والسنة عالم لكنه لا يعمل بعلمه فهذا مغضوب عليه لأنه عرف الحق فتركه والعياذ بالله غضب الله عليه وفي مقدمة هؤلاء اليهود لأن اليهود عندهم علم علم لكنهم لم يعملوا بعلمهم فغضب الله عليهم وكل من عنده علم من الكتاب والسنة ولا يعمل به فإن الله يغضب عليه والغضب لا يقوم لغضب الله شيء والعياذ بالله لا يقوم لغضب الله شيء وذلك لأنه ليس من يعلم كمن لا يعلم غير المغضوب عليهم ولا الظالين وهم الذين يعملون بدون علم يعملون بدون علم فهم على ظلال ظلال يعني ضياع ضائعون مثل الذي يمشي في البرية على غير جادة وفي أرض مهلكة وفي أرض مهلكة وهو على غير جادة ولا يدري أن يسير هذا هو الذي يعمل هذا مثل للذي يعمل بغير علم مهما أتعب نفسه وكثر عمله ما دام أنه على غير علم فإنه ظلال ولا يستفيد منه إلا التعب ولهذا يجب على المسلم أن يتعلم أمور دينه يعلم أمور عقيدته يعلم أمور صلاته وزكاته وصيامه وحجه وعمرته يعلم أحكام العبادات الخمس التوحيد الصلاة الزكاة الصيام الحج والعمرة لابد هذا فرض عين على كل مسلم أن يتعلمه كل مسلم يجب عليها أن يتعلم هذا العلم تعلم كيف يصلي أول شيء يتعلم كيف يعتقد وما هي العقيدة الصحيحة ثانيا يتعلم الصلاة كيف يصلي ثالثا يتعلم الزكاة كيف يؤدي زكاة ماله وأين يضعها وبماذا تجب الزكاة ومن هم أهلها المستحقون لها يتعلم صيام رمضان كيف يصوم وماذا يحرم عليه في الصيام لأجل أن يتركه يعرف المفطرات التي تفسد الصيام ماهي حتى يتجنبها لا بد من هذا يعلموا أحكام الصيام يعلموا أحكام الحج والعمرة كيف يحج كيف يؤدي المناسك كيف يحج ويعتمل كيف يؤدي المناسك كلها لقد بيّنه الله ورسوله فيجب على المسلم أن يتعلم أحكام هذه العبادات الخمس التوحيد الصلاة الزكاة الصيام الحج والعمرة لا بد أن يتعلمها فارضعين على كل مسلم وما زاد عن ذلك من أحكام الحلال والحرام والمعاملات والمواريث والجنايات كل هذا فرض كفاية إذا قام به من يكفي يكفي الأمة بعلمه سقط الإثم عن الباقين وبقي في حقيهم سنة تعلمه سنة وإذا تركه الكل أثموا كلهم لا بد أن يوجد هذا العلم في الأمة أن يوجد هذا العلم في الأمة حتى يقوم عليه في أمور معاملاتهم في أمور أنكحتهم في علوم مواريثهم في علوم معاملاتهم في علوم الجنايات وما يجب فيها من قصاص من قصاص في النفس وما دونها ما يجب فيها من ديات هذه كلها أمور لا بد منها ولكن ما كل الناس فيسر لهم تعلم هذه الأمور فإذا تعلمها من يكفي يكفي الأمة سقط الإثم عن الباقي وقام هؤلاء بالواجب وصار الأجر لهم لهؤلاء والبقي يتبع لهم فهذا ما يكون تعلمه فرض عين وما يكون تعلمه فرض كفاية فلا بد أن يتعلم هذا إما على الأعيان وإما على الكفاية لا بد من تعلم العلم لجميع فروعه وأنواعه إما تحتاجه الأمة ولهذا في آخر الزمان ورد في الحديث الصحيح أن العلم يرفع في آخر الزمان يرفع في آخر الزمان كيف يرفع؟ لا يرفعه الله انتزاعاً ينتزعه من الناس وإنما يرفع العلم بموت العلماء يرفع العلم بموت العلماء وقد فسر قوله تعالى أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِ الْأَرْضَ وَنَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا قالوا هذا بموت العلماء وهذا في آخر الزمان حتى إذا لم يبق عالم حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوساً جهالاً فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمُ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا نسأل الله العافية فلا حياة للناس بدون العلم ولا سعادة للناس بدون العلم الشرعي الذي يحل مشكلاتهم الذي يبين لهم كيف يعبدون ربهم الذي يبين لهم كيف يصلون أرحامهم الذي يعرفون به كيف يعالجون الجنايات والمعتدين لكف شرهم لا بد من هذا فإذا رفع هذا ما جى الناس بعضهم ببعض ما في علماء يرشدونهم ويوجهونهم أو يتخذون رؤوساً جهالاً ما عندهم علم فيفتون بغير علم فيضلون ويضلون يضلونهم بأنفسهم ويضلون غيرهم يضلون غيرهم ففقدوا العلماء خسارة عظيمة على المسلمين وهذا الذي ذكره الله ورسوله مما كان وما يكون في هذه السورة العظيمة سورة الفاتحة وفي غيرها من القرآن وهو من العبر والدلالات الواضحة على حاجة الناس إلى العلم حاجتهم إلى العلماء حاجتهم إلى من يحل مشكلاتهم إلى من يبين لهم أمور دينهم فلا تطيب الحياة إلا بوجود أهل العلم نسأل الله أن يكثرهم وأن يبقيهم وأن يصلح شأنهم وأن يخلص نياتهم ومقاصدهم فالحمد لله هذه السورة سورة الفاتحة سورة عظيمة إياك نعبد وإياك نستعين هذا يقول الله جل وعلا قسم الصلاة بينه وبين عبده نصفين إياك نعبد هذا لله وإياك نستعين هذا للعبد إلى آخر السورة إلى آخر السورة هذه السورة العظيمة وما تتضمنه من هذه المعاني الجليلة كثير من يقرأها لكن هل يفهم معناها هل يفهم معناها أظن ما يفهم معناها إلا القليل ومعناها ولله الحم سهل ميسر لمن طلبه وحرص عليه فهو سهل ميسر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر الله سهل طرق العلم لمن يطلبه ويبينه للناس نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا صراطه المستقيم صراط الذين أنعم عليهم غير الذين غضب عليهم وغير الذين أضلهم هذا الدعاء في هذه السورة دعاء عظيم احتاجه كل مسلم ولذلك فرضها الله على كل مصل في كل ركعة من صلاته لعظم هذه السورة وما تتضمنه من المعاني العظيمة الجليلة وفق الله الجميع لما يحب ويرضى فقنا الله وإياكم وجميع المسلمين للعلم النافع والعمل الصالح الله جل وعلا قال هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق أرسل رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق فالهدى هو العلم النافع ودين الحق هو العمل الصالح هذا ما أرسل به الرسول صلى الله عليه وسلم بالعلم النافع والعمل الصالح هو الذي أرسل رسوله بالهدى هو دين الحق فبلغ الرسالة عليه الصلاة والسلام وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده ولم يتوفه الله إلا وقد أكمل الله به الدين وأتم به النعمة كما قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام مدينة أتدرون متى نزلت هذه الآية نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة في حجة الوداع التي ما عاش بعدها إلا شهرين وأياما ثم توفاه الله ثم توفاه الله ولحق بربه الرفيق الأعلى عليه الصلاة والسلام بعدما بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده والله تعالى المسؤول أن يرقنا وإياكم البصيرة النافعة وأن يهدينا وإياكم صراطه المستقيم وأن يجنبنا وإياكم صراط المغضوب عليهم والظالين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أحسن الله عليكم سماحة الشيخ هذه أسئلة كثيرة يعرف على سماحة كما تسر منها إخنا هذا سال يقول كيف يختبر العبد إخلاصه وتوحينه يعرضه على الكتاب والسنة فما وافق الكتاب والسنة فهو صحيح ومقبول وما خالف الكتاب والسنة فهو مردود فهو مردود قال صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم لما وعظ أصحابه موعظة بليغة بعد صلاة الفجر ذرفت وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون قالوا يا رسول الله كأنها وصية مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي من هم الخلفاء الراشدون هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي هؤلاء هم الخلفاء الراشدون يكون بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ الأغراس مع الأيدي تمسك الحبل إذا كنت في اللجة وفي الغرق تمسك الحبل ولا تكتفي باليدين بل تعضه بأسنانك خشية أن يفلث من يدك فتغرق في اللجة تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار هذا ما أصابه النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته لما ودع أصحابه في هذه الموعظة البريغة وهي وصية للأمة إلى أن تقوم الساعة نعم نعم لا بأس بذلك ولكن من اتخذه الله خليلا فلا يتخذ خليلا مع الله ما يتخذ خليلا مع الله أما غير خليل الله هو يخال من الناس ما يريد نعم يجب على شباب الأمة أن يتحملوا العلم عن العلماء الراسخين تعلمون العلم على العلماء الراسخين المعروفين بالعلم والاستقامة سواء كانوا في الدراسة النظامية في المدارس والمعاهد والكليات أو كانوا في المجالس في المساجد والبيوت يدرسون للناس يدرسونهم العلم فعلى طالب العلم أن يأخذ العلم عن العلماء المعروفين بالعلم والاستقامة الذين وثقت بهم الأمة يأخذ العلم عنهم ولا يأخذ العلم عن المتعالمين والجهال الذين كونوا وامحسهم علماء بدون أن يرتبطوا بأهل العلم بدون أن يأخذوا العلم عن العلماء وإنما أخذوه عن الكتب والمطالعة أو أخذوه عن جهال متعالمين مثلهم العلم لا بد أن يأخذ عن أهله أمانة لا بد أن تأخذ عن أهلها نعم أحسن الله لهم سماحة الشيخ هذا سيما يقول ما هي الطريقة الصحيحة لتدبر القرآن طريقة الصحيحة أن يقرأ القرآن بتدبر ويحسن صوته به لأن الصوت الحسن يؤثر على السامن فيحسن صوته بالقرآن لأجل أن يؤثر به على من يستمع إليه جاء في الحديث جملوا القرآن بأصواتكم ولهذا نهى صلى الله عليه وسلم عن قراءة الهذ والهذرمة نهى عن قراءة الهذ والسرعة ونهى عن الهذرمة وأمر صلى الله عليه وسلم أو أمر الله جل وعلا بترتيل القرآن ترتيل القرآن كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن كما أمره الله بقول ورتل القرآن ترتيل حتى يفهم حتى يؤثر في نفسه وفي السامعين فلا يهذ القرآن هذ الشعر وإنما يرتل ترتيلا ويجمل الصوت به وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستمع لقراءة بعض أصحابه من الذين امتازوا بقراءة القرآن كابن مسعود رضي الله عنه وكابن الحسن الأشعري كابن مسعود رضي الله عنه وبأبي موسى الأشعري أبي موسى الأشعري الصحابي الجليل كان حسن الصوت كان النبي صلى الله عليه وسلم يستمع إليه وكان إذا مر بالليل من بيتي مر على بيتي أبي موسى وهو يتهجد بالليل ويقرأ القرآن يسمعه النبي صلى الله عليه وسلم ويقف عند جداره يستمع القرآن وقال له لو رأيتني البارحة وأنا أستمع لقراءتك فقال رضي الله عنه لو كنت أعلم أنك تستمع لحبرته لك تحبيرا يعني زينت صوتي به تزيينا نعم نعم سأل الله لكم سماحة الشيخ هذا سأل من يقول ما لا يقصد أهل العلم بقولهم في باب السباة الإلهية إن باب الإخبار أوسع من باب السباة ما أكبر ما أكبر ما سمعت هالكلام ما أكبر ما سمعت هالكلام نعم نعم هذا سأل من يقول سماحة الشيخ ما رأيكم في كتاب أضواء البيان أضواء البيان هذا تفسير لشيخنا الشيخ الإمام الشنقيقي رحمه الله إمام جليل وتفسيره تفسير جيد ولكنه لا يصلح إلا للعلماء المتمكنين نعم أحسن لكم سماحة الشيخ هذا سأل من يقول نحن في بلد العدو متمكن منه ونحن في ضعف والشوكة شوكتهم فعلنا أن نتصالح معهم صلحا ونكتبه بيننا بالأجل حفاظ على الأنفس لا بأس بذلك الصلح النبي صلى الله عليه وسلم تصالح مع اليهود تصالح مع الكفار إذا كان فيه مصلحة للمسلمين وفيه حقن لدمائهم فلا بأس بذلك نعم أحسن عليكم سماحة الشيخ هذا سأل ليقول ما الطريقة الصحيحة في الود على شبهات التيارات الفكرية وكيف يتسلح طالب العلم منها الرد عليها واجب لكن لا يرد عليها إلا المتمكنون من العلم حتى يكون ردهم شافيا وحتى يعرفوا كيف يردون لا بد أن يكون الرد صادرا من العلماء ولا يكون الرد بالهوى أو بالمنازعات والمخاصمات والمهاترات لا يكون الرد بالعلم والحجة والبرهان نعم سأل الله إليكم سماحة الشيخ هذا سأل لي يقول هل فضل الصلاة في الحرم النبوي تشمل مدينة لها لا خاصة بالمسجد النبوي خاصة بالمسجد النبوي ولا تكون خارج المسجد نعم سأل عليكم سماحة الشيخ هذا سأل ليقول هل يجوز الإفبار عن الله عز وجل أنه اتصف بالتمام والكمال؟ تصف بالكمال نعم أما الكمام فلا أعرف لها نعم أحسار إليكم سماحة الشيخ هذا سأل ليقول لا يوجد في مدينتها مشارك أو ضربة علم متأحلون للإلقاء الدروس والمحاضرات فنقوم بالجلوس في المسجد أحيانا نستمع لشرح أحد العلماء وأحيانا يقوم شخص بالقراءة في شرح كتب أحد أهل العلم فلهم الأفضل السماع أم القراءة كل هذا لا يكفي لا السماع ولا القراءة لا بد أن ترحلوا لقلب العلم أو يرحل منكم أفراد ليتعلموا العلم ويعودوا إليكم ويعلموكم قال الله تعالى وما كان للنواء قال الله سبحانه وتعالى ما كان للمؤمنين أن ينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحلرون نعم فإذا نفر أفراد من الحريصين على طلب العلم وتعلموا ثم رجعوا وبيّنوا لمن وراءهم هذا شيء طيب وهذا معنى الآية الكريمة وما كان المؤمنون لينفروا كافة وكل الناس يروحون يتعلمون لكن الروح منهم أفراد فلولا نفر من كل فرقة منهم أي جماعة طائفة والطائفة يكفي الواحد تطلق الطائفة على الواحد فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ثم إذا رجعوا يبلغونها للدين فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحلرون نعم أحسن الله لهم سماحة الشيخ والآن الحمد لله بالإمكان أن يأتي أفراد إلى الجامعات الإسلامية ويتعلموا العلم منها أو يجلسوا على العلماء في المساجد أو مجالس الذكر فإذا رجعوا إلى قومهم بلغوهم ما حملوه من العلم نعم أحسن الله لكم سماحة الشيخ هذا سابق يقول ماذا تنصحون لمن يجدوا بنفسه قصوراً في الجندي في طلب العلم عليه أن عليه أن يرفض الفتور والكسل وأن يجد في طلب العلم إذا عزم على نفسه واستعان بالله أعانه الله نعم أحسن الله لكم سماحة الشيخ هذا سابق يقول هل الحرية الشخصية حق لكل الإنسان لأن بعض الناس ممكن ذلك أجد الإنكار يقول أحسن الله لك هل الحرية الشخصية حق لكل الإنسان لأن بعض الناس ممكن ذلك أجد الإنكار الحرية ما هو واحد حرية مهدودة وحرية مطلقة فذا لا يقصد الحرية المطلقة لا أما الحرية بحسب مصلحته وبحسب منفعته فلا بأس بذلك نعم كما قال الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي قل لأزواتك وبناتك ونساء المؤمنين يغنين عليهن من جلابي بهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين كان الله غفورا رحيم قال تعالى وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاهِ هذا شأن المؤمنات أن تحتجب عن الرجال الذين ليسوا من محارمها بتغطية جميع بدنها ووجهها وأن لا بأس أن تبقي فتحة على العين لتنظر الطريق فتحة على عين واحدة لتنظر الطريق والباقي مغطى قالت عائشة رضي الله عنها سبحان الله التوحيد بحجة أنه ينفر الناس سبحان الله التوحيد ينفر الناس التوحيد هو الذي يجمع الناس ويؤلف بين قلوبهم الذي ينفر من التوحيد لا خير فيه وليس بمسلم يظهر ينفر من التوحيد ليس بمسلم نعم سوى عليكم سبحان الشيخ خلسان يقول أنا أوظف في قطاع التعليم وقدمت استقالتي للمدير وقد رفض الاستقالة من غير أن أعلم وبعد سنين وجدت في حسابي مبلغ من المال قدره كذا السؤال هل المال يود إلى حساب الدولة أم أتصدق به كالأوطاع ما دا منك على العمل ولا فصلت فهو لك المال لك أما إذا كان بعد فصلك من العمل فهو ليس لك ترده على الدولة نعم أحسى الله لكم سبحان الشيخ خلسان يقول هل يجوز لطالب المنح في الجامعة الإسلامية المتزوج أن يعمل لأن مكافأته لا تكفي هل هل يجوز لطالب المنح الذي يأتي بالخارج الجامعة الإسلامية أن يعمل لأن مكافأته لا تكفي أن يعمل نعم يعني يشتغل بالأجرة نعم إذا كان هذا لا يزاحم طلب العلم فلا بأس بذلك إذا كان هذا العمل لا يزاحم طلب العلم فلا بأس بذلك كان يعمل في أوقات فراغه في العطل الرسمية لا بأس نعم الله إليكم سبحانه الشيخ خلسان يقول من هم العلماء الذين يؤخذوا عنهم العلم في هذا الزمان الذين يقالوا لهم العلماء بحق الذين يقالوا لهم العلماء بحق هم الذين يؤخذ عنهم العلم لا المتعالمون ولا المبتدئون في طلب العلم نعم سبحانه الشيخ خلسان يقول ما الأسباب المعينة للمسلم في هذا الوقت التي تموج فيه الفتن من كل مكان سألوا الله العافية ويبتعد عن الفتن ولا يأتي أماكن الفتن يبتعد عنها ويسأل الله السلامة منها نعم أحسن رأيكم سبحانه الشيخ خلسان يقول هل من كفر النعمة لطلبة الجامعات الذين قبلوا فيها ومن طلبة خالق في هذا البلد أن يتكلموا فيه حكام هذا البلد المبارك هل ينتظر هذا من كفر النعمة لا يجوز الكلام في ولاة الأمون علانية من كانت في الحديث من كانت عنده نصيحة لإمام فليأخذ بيده وليبين له فإن قبل منه فالحمد لله وإن لم يقبل فقد أدى ما عليه يأخذ بيده ويبلغه الملاحظة بينه وبينه أما أنه يعلن على الناس خطأ الولاة وخطأ ولاة الأمون هذه فتنة تأليب على ولاة الأمون وقد يكون هو المفطي فهم فهم فهما خاطئا وحمله على ولاة الأمون نعم أحسن رضيكم سماحة الشيخ خانساني يقول هل هيئة صلاة المرأة كهيئة صلاة الرجل؟ تضم نفسها صلاة الرجل تختلف عن صلاة المرأة بأن المرأة تغطي جميع بدنها وتضم نفسها نعم أحسن رضيكم سماحة الشيخ خانساني يقول هل تألك العمل بالكلية مسلم؟ الذي لا يعمل؟ هذا ليس بمسلم كيف مسلم ولا يعمل؟ لا يصلي لا يصوم؟ لا يزكي لا يحف هذا ما هم مسلم نعم الله عليكم سماحة الشيخ خانساني يقول ما الفرق بين الغيبة المحرمة والغيبة الجائزة؟ الغيبة قال صلى الله عليه وسلم الغيبة ذكر أخاك بما يكره الله جل وعلا قال ولا يغتب بعضكم بعضا أي حب أحدكم أن يأكل لحمة أخيه ميتا فكرهتموه أما الغيبة التي معناها الشكاية على ولي الأمر بطلب حقه منه أو المرأة تشتكي زوجها على القاضي لينصفها من زوجها هذه ليست غيبة هذا طلب حق ولهذا جاءت هند بنت عتبة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم زوجة بي سفيان فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي بالمعروف قال صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف قالت شحيح ولا أنكر عليها الرسول صلى الله عليه وسلم لأنها تطالب بحقها تطالب بحقها وليس قصدها الغيبة إنما قصدها أنها تطالب بحقها نعم لا يجوز هذا معصية ولي الأمر بما هو من صالح البلد وصالح المجتمع ألا يجوز مخالبة ولي الأمر في ذلك مع ما فيه من الضرر على المجتمع ومضايقتهم في أرزاقهم نعم أجدوا في قلب هذه الأيام قسوة وغضة أما نصيحتهم أجدوا أجدوا في قلب هذه الأيام قسوة وغضة وراء قسوة مش يجد قسوة قسوة نعم أجدوا في قلب هذه الأيام قسوة وغضة غضة أحسن أحسن أجدوا في هذه الأيام قسوة وغضة وغضة نعم يعبر بالتعبير الصحيح نعم فما فما نصيحتهم سيحتنا أن أن يتزيل هذه القسوة وهذه الغضة بذكر الله وبتلاوة القرآن وبحضور المواعض حتى يزول ما في قلبه نعم صدق عليكم سبحة الشيخ خلساوي يقول هل يثاب من تصدق رياءاً ثم تاب تصدق إيش؟ رياءاً نعم ثم تاب نعم الصدق اللي فيها رياء لا تقبل لكن إذا تاب تاب الله عليه للمستقبل نعم أحسن صدق عليكم سبحة الشيخ ما حكم الصلاة خف إمام إمام وداو على طراءة الوردة ها؟ ما حكم الصلاة خف إمام وداو على طراءة الوردة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة